للأسف الشديد نحن قلنا بالحلقات سابقة أنه صر نجاح الهند وتفوقه الحالي خاصة بالنسبة للباكستان لأنه ولده بنفس الوقت هو احتفاء بالتنوع هو علمانية هذه الدولة هو ديمقراطية هذه الدولة إجاء مودي بحزبه بتوجهه القومي الهندوسي لحتى يقوّد دعائم هذا النظام القائم بالهند وفعلا التجربة الديمقراطية العلمانية بالهند بخطر لأنه الأسف ليس الهجومات التي تصير حاليا على المسلمين بس تغيير المناهج التعليمية الخطاب الثقافي اللي صار سائد بمعظم الهند اللي عم صير بكشمير حاليا التطور جدا خطير نقطة الخطاب أعتقد مهمة جدا في ناس كتير بتبص هو أي مشكلة الخطاب كراهية مثلا أو التحريض هل في حاجة حد بيتقتل فعلهين ولا هو ده السؤال طبعا أنا ضد منع أي أراء حتى لو كانت فيها تحريض حتى لو كان فيها كده لكن ده لا يلغي أن فيه تمن بنتفاقه مقابل ده مودي بيستغل الخطاب المعادي المسلمين اللي بيلعب على القومية الهندوسية عشان يكسب أصوات في الانتخابات بس ده ما بيجيش لوحده زي ما بتكسب أصوات به بتدفع تمن به إن ده بيزيد حدة العنف في المجتمع إنه هنشوف وهنفضل نشوف تكرار لهذه الحوادث من الاعتداء عمليا صار في موضع إلى حد ما بآسيا على ما يبدو بشرق آسيا يعني عم نشوف أحداث بسيرلانكا شفنا بشو صار مع روهينجا بميانمار شو عم تقصين عم تعمل مع الأويجور يعني حتى عم تستغلهم كعبيد حاليا وفي أفريقيا أعتقد أن في قدر من التنشن قدر من الاحتكاك والتوتر على حدود ما يسمى بالعالم الإسلامي بمعنى بنتكلم في أفريقيا الوسطى بنتكلم في نيجيريا ما بين شمالها وجنوبها كل هذه المناطق اللي بتشهد تواجد مجموعتين دينيتين مسلمين وغيرهم بنبتدي النهاردة بنشوف كل هذه الاحتكاكات واللي بتصل إلى حروب أهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر